السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عامة بخير رجعنا لكم برمضان لحلقة جديدة شغلة طيبة كتير دع تعجبكم ساموسة بالبطاطا والبازاليا كتير سهلة طريقة هندية بد تعجبكم تدون عليها كل عامة بخير قولوا باسم نوصل عالنبي سوف نظركم في هذا الفيديو كيف تجعل ساموسة اندين ستايل مع بطايتو و بيز سوف نبدأ من سخين من سخين زيت نحتاج 5 بسجولة كومن ومسلا مصر أليم بو من السخين من السخين نحن 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 نمت من السخين ومصر أليم ومصر أليم نحن نحن نظر نضيف معجون التوم مع الزنجبيل نضيف معجون الزنجبيل لماذا ننتظر في الوقت؟ لقد قمت بطاطا بالماء 20 منتظر انا طبقت بطاطا بالماء 20 دقيقة لنضعها لتكون جاهزة وتصير الأكل سريعة ثم نضعهم حوالي 5-6 بطاطا ونضع بعض الماء ملح حسب الرغبة salt to taste نضع الماء 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 نضع البازاليا للمنجوز من العفل المن عصرة نص للمونة على الوش بعد 5 منتظر نضع الماء ونضع تصموصة ثم نضع تصموصة ثم نضعها نضعها ثم نضعها تصموصة ثم نضعها ثم نضع ثم نضع ثم نضع ثم نضعها نضعها ونختارنا عن طفل ثم نضعها لذلك سيكون صحية ثم تكون صحية دامتر يعني 15-16 سمتي وطلع انتها كيف نساويها نصديرها نحشيها نساويها 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 نحشيها and this is the way we'll put them in the oven pre-heated oven at 350 degrees of course Fahrenheit نضع الفرن عن 350 فرنهارت لشي 20 دقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر